بعد خمسة أيام مليئة بالإنتاج السينمائي الخليجي انتهت يوم الخميس الماضي الدورة الرابعة من المهرجان السينمائي الخليجي ولي كان مقره العاصمة الرياض لأول مرة المهرجان حضر بجدوى الغني ومتميز بدأ بفعالياته بتكريمه لعدد من رواد الفن السينمائي الخليجي وحضر بعدها بندوات الثقافية والورشة التدريبية وعروض الأفلام المزيد عن جواز المهرجان مع زميلي خالد القرني حياك الله خالد حياك الله عبدالله 29 فيلم تنوعت بين الروائية الطويلة والقصيرة وأيضا الوثائقية تنافس الجميع على حص تسع جوائز تخطت حاجز الثلاثمائة الفريال في الحفل الختامي كشف الستار عن أسماء الفائزين جاء على رأس القائمة الفيلم السعودي هجان اللي كان له نصيب الأسد وحصل على ثلاث جوائز أفضل فيلم طويل وأفضل تصوير وأفضل جائزة للممثل اللي فاز فيها عمر العطوي البالغ من العمر 15 سنة فقط أما عن جائزة أفضل سيناريو وأفضل إخراج فقد فاز زياد الحسيني عن فيلمه شياب نهنيه تدور أحداث الفيلم الدرامي في الكويت عن شابين كويتيين يتنقلان في العالم الغامض مع تجار الأسلحة والإرهابيين والمرتزقة ورجال العصابات المحليين وبالنسبة للأفلام القصيرة ذهبت الجائزة للفيلم العماني غيوم اللي يصور بمشاركة طاقم تصوير من إيطاليا وفرنسا وتأتي وقائعة في مجتمع قروي في أعالي جبال الضفار تتعرض قريتهم لهجوم من قبل نمر عربي أما الفيلم الإماراتي سباحة 62 فقد حاز على جائزة أفضل فيلم وثائقي والفيلم يتبع قصة البطل الإماراتي ولاعب الجوجيتسو منصور الظاهري حين تمكن من قطع مسافة 62 كيلو متر حول جزيرة أبوظبي في مدة أقل من 34 ساعة سباحة متواصلة وأما عن أفضل موسيقى تصويرية فقد حازها الموسيقي خالد الكمار عن فيلم حوجا وأخيرا الممثلة التي حازت على أفضل جائزة تمثيل كانت من نصيب الممثلة البحرينية مريم زيمان عن دورها في فيلم ماي ويرد هذا كل ما جاء في المهرجان ومساءنا مستمر موسيقى 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 موسيقى